واقع المسنين بالمغرب محور دراستنا تم تقديم نتائجها اليوم الأربعاء برباط وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين هي دراستنا تم إنجازها في إطار تفاعل اتفاقية الشركة القائمة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة وتنمية اجتماعية والمرصد الوطني لتنمية الاجتماعية البشرية في 2050 إن شاء الله سيكون 25% من الساكنة كلهم من المسنين لذلك هذه الدراسة التي قمنا بها بالشراكة مع المرصد الوطني لتنمية البشرية من أجل أولا الحصول على أرقام جديدة وكذلك أن نستشرف المستقبل والاستعداد لمواجهة هذه الوضعية فيما يتعلق بالأرقام السارخة بالنسبة لي على المستوى الشخصي أن 7.3% من المسنين يعتبرون اليوم أنفسهم ضحايا الإقصاء الاجتماعي وهذا يسائلنا جميعا إلى ذلك تشمل هذه الدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بشيخوخات السكان بالمغرب والمبادرات والبرامج الوطنية في مجال حماية الأشخاص المسنين والتي تضم محورين هما محور كمية يتضمن جمع وتحليل الوثائق والمعطيات الإحصائية لظاهرة شيخوخة وآخر كيفية يتعلق بتحليل دقيق للمعطيات الخاصة بالإطار المؤسستي وتشريعي وكذا تقييم الإنجازات نعيش اليوم لقاء في الغاية الأهمية حول الظاهرة الشيخوخة في المغرب بما في ذلك وضعية الأشخاص المسنين سواء من حيث الكم أو الكيف أي جولة معيش هذه الفئة ومختلف حقوقها إذ أن هناك مشاكل عديدة دات طبيعة اجتماعية مع العلم أن المجتمع هو في تطور مستمر ما قد ينعكس أو يؤثر على وضعية هذه الفئة الاجتماعية وقد شكل تقديم نتائج هذه الدراسة مناسبة لمناقشة أهم التحديات المطروحة في مجال حماية الأشخاص المسنين وتعزيز التضمن والتواصل بين الأجيال لسيما في ظل التحولات الديمغرافية التي تعرفها المملكة والتي تترح عند إشكالات سواء على مستوى الخدمات أو البرامج الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين